في الأثناء توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر استمرار الانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال وأضافت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة ستتكاثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعضية أحيانا محذرة من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار